اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فيه عدو ثلاثة اعداء هذا كلها واحد كان يكلج يقول كلام كان يقول فيه عدو في اللعبة ثلاثة اعداء خلاص مجموعة مو بعدو واحد هو اذا صار فيه معك واحد يكلج ترى يسهل عليك الموضوع كثير يطلع لك واجه وكان فخة تنين هذي دارك فولس 2 كان يقول فيه تنين لازم تقدر انفخذه وخاصية اطلاق الفئران هذي ظاهر ديسانرد كان يقول عجبتني خاصية اطلاق الفئران فما كنت تقدر تحكم بالفئران فهي ثالث حلقات اذكرها لانها يعني لان اسمها اتخيل حتى لو بدون الاسم تتذكر من المحتوى اللي جالس يصير ايه فهذه الحمد لله ما نسويها خلها يكفي اكفي ارقام تكفي ايه خلص حلقة ثالثة من بودكاست لبز ماشي اهم شيء اهم شيء انه المحتوى يكون جميل ورايء كذا يعني ويقطع الوقت مدامك موجود انت بيكون جميل لانت مالك هالفهور الوحيد لك عميبا والله طلب امك ما تدري ترى يمكن ارجع وكسر الساحة قريبة النية موجودة انا ترى دا عندي اشياء كتير ناويها حياتي ان شاء الله انه هذا النواية الجديدة اللي غميتها ان شاء الله بإذن الله طيب اخبارك انت انا والله الحمد لله ازقح بس قبل اخباري ليش انا عندي شغلة انا يعني شوي كده حسني حاسدك عليها وشي تقول لي غاية ما صراحة حاسدك وانا بس كده من باب الحسد يعني مو بلن اقول لاني ابي بس وصلني من مصادري مو بمنك انت انا عندك لابتوب جامد نعم صحيح كنت قلت انا ببودكاست ثاني بس انا ما سمعتها من البودكاست الثاني ايه هو محتم انك قبل ان سجل البودكاست بس وش حدثنا عن هذا اول شيء ايه اول شيء بانا متفاجئ انك عرفت ما هدف في اسرار في الدنيا هو ريزر يعني عن طريق الوكيل وانا بقى تجرب لابتوب طبعا انا عندي خبرة ببي سي كده ركب سبع ثمان بي سيات يعني طبع اول واحد ركبته قبل 15 سنة معنا كان ذاك سي بيو بس يعني من اتذكرتها ريزر تيبل 5 هي اللي خلتني ادخل عالم البي سي يوم شفت وش السبب يوم شفت ان البي سي يعني المود شلوهم مثلا ممكن الاول شيء الاداء انه ماذا تخيص التين فريم بعدين كان فيه مود يخلي الالوان طبيعية بدل فلتر لا صفر ايه هذا يعني ريزر بلايد سبع طعش من ديل السنة يعني مهو بلاي واحد بس عندهم موديلات ثانية يعني ممكن تكون ارخها شوي فالمعالج 3080Ti 16 جيكا بايت هو لا تقول المواصفات يعني بغض النظر عن تسويق بس عشان لما تذكر تجربتك بعد نعم مثلا انا ممتقدر فيها يعني 3080Ti اقوى معالجة ظهر في اللابتوب دايما نقول ذا معنوه ولا تكت اتأكد منها الظهر 3090 ما فيه على اللابتوب بغض النظر 16 جيكا بايت واجد انا اللي عندي 12 او 10 اللي ديسكتوب 3080 طبعا سس دي وان تيرا 17.3 الشاشة 4K 144 شخصيا لو كانت علقاتهم 2.5K انا لو ايت كيش رأيته لا بالعكس انا قصتي يعني لو ما ادري يعني لو الدقة اقل كان يمكن طرع اداءها احسن شوي طبعا تجرب استخدم امور ثانية لحظة معليش وشلون انت ما تقدر تقلل من جودة تقدر تقدر بس يعني قصتي ماهوب زي لو كانت نيتف يعني افضل انك مثلا لو 1560 في 1440 تكون الشاشة كده بدال ماهوب يعني تسوي لها داونسكيل فمو بحدة داونسكيل لا انت لانت تخليها دقة اقل ثم يرفعها يعني كجودة الكيبورد والشاشة الكاميرا ما جربتها ممتازة عليه ويندوز ليفونيلي شوي غثيث لكن اول مرة جربته جاني اداء مرة سيئ لالعاب تقل دقيقتين شان تسوي لود بط وذا لانت تشكشفت بالمقارنة باجزة تانية لا اصبر صبر يعني اداء ذا سيئ مرة يعني اسوأ من طلع بس انك واحد مايلعب يعني بمرة بس دقيقتين مقارنة بكمل اصمع اللابتوب العادي لا لا هو انا جبت العيد بس راح انه في غلطة يعني قد هو طلع عنا عشان لي ماش بكتب الكهراب والبطارية ما كانت يعني فل طلع اقولك اداء سيئ جدا يعني كان خربان عرفت كان فرح تشبكت بالكهراب خلت يشحن شوي وشغلته طبعا لا يعني هذه شيء لازم تتبيني في اللابتوب لان حتى بعض اللابتوبات يكون يستخدم معالج يعني رسوم زي مثلا 3080 ولا اللي هو وايضا يستخدم المعالج حق انتل اللي يجي مع المعالجات ويبدل بينهم على حسب ففي ناس اذكر يقولون الاداء سيئ في ذا اللعبية اطلع المشكلة انه استخدم المعالج البلتن ما هو بالمعالج الرسوم القوي اردت فهذه الشيئ لازم تتبينها باللابتوب يعني غير طبعا انه يعني اذا بقول في هذا عيب غير طبعا السعر يعني ايه بيكون طبعا استهلاك البطارية يعني على طول نقولك ما مداني شغله شاحنة فل تحت تنزل عليك كم برنامج شغلته ما دل يطاح الاداء طبعا اكيد اقدر اخلي ما يطيح الاداء يعني الان تخلص بطارية بس يعني يقصد هذه الاشياء اللي غير في اللابتوب عررت يتفاجئ طبعا لا يوم شو بكتب الكهرب لا اداء يعني ممتاز ولو انه طبعا لا تتوقع نفس الديسكتوب يعني مثلا سايبربونك شغلتها ظهر ريت لسنج حطيتها اخف شي بس 4K كل شيء اعلى شيء وحطيت DLSS بروفورمس طبعا DLSS شيء من نفيديا بمواسطة تعلم الآلة والهاردوير اللي فيه يقوم ياخذ الصورة يعني يخلي الدقة أقل ويرفعه بنفسه خرفت يعني انت كانك قاعد تلعب اللعبة تقريبا كنتك قاعد تلعبها مثلا 1440 الفورمي 40P بس سنها بأداء يعني برسوم 4K وهذه الممتازة يعني هذه تخليك شغل اللعاب واجد على أداء عالي طبعا هي يعني ميب بلاش يعني جوز من كرت الشاشة فحطيتها ويجيني 4050 ها 60 العاب زي رزين تيبل ثري وديبل مايكراي وديث راندينك لا تجيب 60 بالراحة واعلى حتى يعني لأن فيه VRR ومعناها أن كرت الشاشة يقدر يغير أو يعني الشاشة نفسها يتغير أداءها أو ترددها على حساب الكرت يعني صارت صارت غير النو يعني أحسن مثال تخيلوا شو تخيل بدل ما هو عندك باص يتحرك كل نص ساعة تقول لي لا تحرك كذا في أحد فبعدل ما هو أنت ملزوم بالباص أنك إذا جيت متأخر دقيقة تتأخر كم عادة متأخر 29 دقيقة زيادة صح؟ عشان الجاي يعني ما يجي لك النص ساعة أردت وقد صارت لي هذه مرة أنا في اليابان مرة بسوي تشكاوت قبل الرحلة ب11 ساعة مع كذا وصلت في المطار باقي 45 دقيقة الرحلة ببساطة بسبب الأشياء هذه إيه واحد منها قطار شيء إيه جيت لقيت القطار توت ماشي إلى 10 دقائق والجاي عقوا بساعة فيعني هذا طارت ساعة أيضا الساعة التقدير الوقت اللي القطار ياخذه توقعته 45 دقيقة بس المطارة بعيدة فطلع ساعة ونص فساعة منه نص ساعة منه المشي كان فلقيت نفسي بدل ما أصل المطار قبل بساعتين ثلاث صد قبل 45 دقيقة وقعد ترك تعرف إذا جيت إذا جيت تمشي بسرعة في مكان وبدأت رجلك تشد في أسوأ وقت أشوأ الله من اللياقة أيو ما في اللياقة أنا والله في اليابان قعد أمشي ترى حوالي 12 كيلو كل يوم فهذه المشكلة بس المشكلة إيه لأو المشكلة إذا كنت تمشي براحتك غير كذا الآن زبنا أني بدين لقيت قد دامي الناس مع مجوازات خضر فريحت قد خلاص يعني ذلك سعوديين يعني ممطايرين وما في خمسة مثلا بطيارة لكن تلحالك أنت خاف إذا معك ناس تقول أوكي فنرجع فالجهاز لا يوم شغلت عليها لعب هذه أداة بالعكس يعني ممتاز حتى يعني مثلا Devil May Cry يحط 4K على شي ويجيني مثلا 80-90 يعني 90 فريم يعني فأكيد أنه مقارنة بديسكتوب ولو يعني لو تأخذ لك Core i9 بديسكتوب وكرت شاشة نفس المواصفات بس أنه حق الدسكتوب بيجيك يعني أداء 30% أقوى غير أنك تفتك من مشكلة مسألة والله البطارية ما بقى عليها واجد بس طبعا هذا اللابتوب يعني أنت لازم تفكر ليه تبي دسكتوب بلعاب اللابتوب بلعاب يعني أول شي بطران عندك فلوس ثاني ودك تلعب أحسن شي وتنقلها معك لأن يعني شاشتك كبير مشكلة طالما يعني دائما فيه الموضوع اللي إذا صار مش بك على الداحم الأداء يتحسن ولو خليت الأداء ما ينقص كيف البطارية يعني عرفت اللي أحس الأول مبلغ يتقسم على دسكتوب بلعاب لابتوب بسيط حق تنقل يمكن أيه هو أنا أقولك وعلى حسب يعني أنا مثلا حتى سافرت صرت ماشي إلا الجوال ميت لشان كذا أنا ما عندي مشكلة لو ينزل الجوال عشرة إنش حتى ولبسانش ممكن اشتريه حتى لو كان كبير ولو لأن الجوال هذا يغنيني عن كلش يعني ما في شي ما أقدر أكتب فيه أكتب فيه مقالات سعودي غيم الكنت الحين طبعا أكتبها دوكس ورسلها بس نول أقدر أكتب أقدر أسوي معظم شغلي سواء كان متعة زي تصوير وسناب ولا كان شغل زي أني أكتب مقالات أرسل يميلات حتى الدوام الحين فنوع ما من يبشيل شي يعني حتى السويتش اللايت ويا الله ثيقلة لازم يكون في لعبة عرف ان بقت عليها بس في ناس طبعا لا في ناس مثلا وده بلابتوب لان تجد تشبكة بالتلفزيون وتشبكة بالكهرب ويصير خلاص كان لديسكتوب وفي نفس الوقت يعني يعني شماذا اجزت ابل على فكرة شفت ابل اعلنه او كابكم اعلنه ان فيليج بتنزل على الماك يا شوفا ما ادل هل انت انتل صح انا جهازي ما يشغل يا رجال ايه جهازي ما يشغل برنامج التسجيل انا انا عندي ماك ميني بس يا اخي ميني بستخدمه ماسكين انت مادر انا صار ام وان صح ايه ام وان صح ام وان متى شاريه يوم نزل قبل سنة اشوى الحمد لله حسب تكتبك شاريه لان ايوم اعلنوا على امتو لا لا امتو احنا عارفين لانه حتى فكرتهم الحين موجود اضع حتى ما ما نزلوه على الماك ميني الحين على عفوا على ال اير صحي على ال اير وعلى البرو والغريب ان البرو ما غير شكله بس ال اير لا ال اير صراحه ممتاز يعني صح ذات سعره شوي زاد وضع عشرين بالمية بس الف ومئتين دولار على ذا المواصفات يعني وعلى ذا الجودة المواصفات ممتاز مرة يعني لو عندها يشغل رسد انتيف الفيليش ايه ايه اه زين لانه معنى والله بالعرض ثراء وقت العرض يعني نومان سكاي و رسد انتيف المادري يتهيألي الفريمات معدوما ايه كانت ما كانت زين ايه 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 انا دائما كنت اشكك هل انا اقدر اشوف يعني دائما الناس كلموا عن الفريمات ومدري ايش انا ما ادري هل يمكن لاني صرت استخدم مثلا الايفون والايباد كلها 120 والبلايستيشن البلايستيشن 5 تقريبا صار تقريبا عندك انت الجي لحظ شوي عشان عارف انت معنى ولا ضدنا وشو عندك تلفزيون الجي معكم شوي بالاستراحة الولد حقاتهم C1 لا لا هذا هذا ترى اعظم تلفزيون ايه اذا اذكر اول ما نزل هو دائما يعني ياخذ دائما اذا جيت تبحث عن ارتكال او تقييمات تلفزيون دائما جيميك ايه ممتاز ممتاز يعني 55 يمكن شوي صغير بس بحل كمين زين 4000 او 5000 وال65 هو اللي يشوف الناس بنعندي 77 بسهدا اني صمت صمت عشر سنين على التلفزيون اللي عندي قبل بلازما ف لا هو شفه طبعا في مشكلة ان كابكم حطين الديارة محقهم بخيس ذاك اللي كان يأثر حتى على نسخة بي سي فما تدري هو منهم ولا لا لان المعارض بس حتى نومانس كاي كانت يعني مرة كذا اللي باين في مشاكل بالأداء مشكلة انه كذا اشوف يقطع ويقول اوه يتكلم عن الفريمات يعني المقطع يقطع ويقول الفريمات بتكون يتساهب بس يعني اللي يعني وقفزه بالنسبة للمיצ وعلى الحجم والنمعالج يعني الحالة ف أو اللي هو بس M2 حالها مو مب swap البرو مدري ايش ف كال COME مية مية ظاهر ف البوتنشل M2 مثلا ألترا ولا ماكس يعني فيه بوتنشل عالي مبدئيا ما نشوف نهاية السنة صراحان عندي فضول نشوف نهاية السنة الأجهزة هذه اللي بتستخدم ألترا أو ماكس وش الأداء اللي بيطلع وطبعا مشكلة أبل إنه من زمان وهم يقولون بركز على الألعاب يعني كابكم أرأي أنجن حققتهم تشغل كل ألعابهم فإذا جدت يعني فيلج عليه هذا يفتح المجال ريميك 2 ريميك 3 7 سيت فايتر حتى الجاية بس طبعا الكلام على يعني هل بيصد الشيء ولا لا لأن الجيمينج على الماك يعني تعيس مرة أتعس من لينكس حتى يعني قليل الألعاب ولا عندهم شيء زي بروتون حق ستيم طب تتوقع إذا كان إذا كان أنا أتوقع أنه بيكون مم مرة صعب يعني إذا نقلتها على ال M2 وأتخيل أن أبل إذا عندهم رغبة أنهم يتوجهون التوجه هذا بيخلون التوافق بين نقل اللعبة M2 بيكون يعني على M1 شيء ما يحتاج شغل كثير لو صار هذا الشيء وبالتالي مثلا صارت الآيباد اللي هي M1 اللي هي Air والبرو والأجهزة ممكن هل من الممكن يخلي شوية الشركات تبدأ تقول أوكي هو علم إبيعات هل نجرب يعني هو الماك من زمان يعني أنت لا تنسى أنه مطور Halo Destiny Bungie بدأوا ماك تفلوبرز ماراثون وما ديش من الثانية يعني الماك فيه أصول العاب بس المشكلة أنه أبل مهم مهتمين مرة فصاير معظم اللي يشترون يعني أجدت أبل أكثر نتاجية مبلع إلا الإيفون والإيباد وهذه هي الماك مني شريتها بالأساس عشان ألعب ألعاب الإيفون على التلفزيون وكذا وممكن أن أداءها أحسن هذا اللي كان نجعلنا نشتريه لكن كان ألعاب مدد حتى وش عليها ألعاب وزين طبعا نكاب هنا يعني جازل إنها ذلج أرى في مبلع بثانية يعني هذه ممكن نشتريها على الماك مني بس كذا خاصة لو كان سعر أرخيص بس كذا بجرب ألعاب على الماك مني لأن أصلا أنا هالأيام ترى مدريلة طحت في رزين تيفول عقوب حدث ستيتف بلين تكلم عنه بير شوي نظرت ستريم الناس يلعبون رزين تيفول 1.5 إذا تعرفها نسخة كنسلت وبعدين جو مادرز وجمعوا ملفات وجمعوا كلش طلعوا يعني ربطوها ببعض صلحوا في لعبة تكتر عاما بداية النهاية أو ما هي بمرة زينها يعني بعذرها تكنسلت ما هي مرة زينها بس يعني مرة بمثير اهتمام تلعب لعبة عمرها حوال 25 سنة ولا قد نزلت ما قد لعب أحد وتشوف مثلا شلون يعني بعض الأشياء اللي غريبة بعض الأشياء اللي وجود في اللعبة أحيانا مجرد طريقة أصلا زي كده أنهم ناس جمعوها تخليك ونت لعب عندك فضول تلعب عادي وتمشي اللعبة وتشوف وش السال يعني تجربها وانت عندك التوقعات هذه غير أنك تجربها وانو والله كابكم منزلينها يلا بالعب الجزء الجديد من ريزن تيفل أتوقع أنها عادية تاريخ تحس على على أبداع على كأنك مثلا لقيت كنز ولا شي مدفون فحتى يعني إلى درجة أن يوم شفت ريزن تيفل 4 نتكلم عنها بعد شوي على البلاي ستيشن 5 وفوذا بيكون فيها مكتوب بعض المحتويات VR مو باللعبة كاملة مو بزي ريزن تيفل 4 VR اللي على Oculus Quest وأيضا الحجر ما يفعل فرح طقيت لي Oculus Quest أو Meta Quest 2 عد ما درج بنزل واحد ثالث قريب عد شكرا الله ما ندعني يجربه بس اللي ما يعرف هذا جهاز ما يحتاج سلك فيه معالج كأنه معالج جوال قوي وله متجرة وكلش ومعاهدين تشبه لدين الرفت ولا حتى البلاي ستيشن فتكتلعب ويرلس يعني مفروض ظنه أريح شيء هو مو مريح مرة صراحة الستراب حق الرخيص وسطا أول شيء يقولون كالناس يشتر واحد جديد ظنه هذا يوجع الرأس بس خلك من بعض التوفيرات هذه لا فكرة إن VR دون سلك دون شحنة بس تشحن وتلبسه يعني كنك لابس خنقل حقات الغاطس مرة ممتازة وتقدر عن طريق ظهر ويرلس بس بالتأكيد سلك USB بالسبيل السلك زين تستخدم على البي سي كفي آر عادي فهي مفعل ثنتين تلعب هافلايف فالألكس على البي سي وعندك بي سي محترم جربه تبي تلعب ويرلس جربه فشرت إرزنتي بالفورة عليها أول شي يعني بس ما بعد جربتها خليها حلقة الجاية شفت أنت سيتف بلاي ولا ما شفت أنا شف شفت شفت ملاسف أن الحكت عليه بعد ما أعلنوا عن أول أعلانين ولكن أصبر قبل أن أروح سيتف بلاي نعم أنت ما قفلت على موضوع اللابتوب أنت قلن موضوع رابل بعدين لا أنا أقول اللابتوب أن الأداء ممتاز اللي متوقع يعني عرفت يعني أنت عارف إذا عندك معالج كوراي ناين أحدث شي وعندك كرت 30Ti وهذا 32GB قوة 11GB فالرام هي بمشكلة قوة الكرت والمعالج يعني أفضل شي موجودة عندك SSD جيد الشاشة 4K 144 يعني شوي قوية الشاشة على المواصفات هذه بس طبعا تقص التردد وفيه في أغار فالأداء يعني نوعما معروف ما يصير رابط يعني المشكلة الوحيدة أنه مثلا كان جهاز مدري يحتروا لشي فهنا ممتاز الفخامة ممتازة يعني الفتحات وكلش المشكلة الوحيدة زي ما قلت لك أنه يعني لأنه لابتوب فهو غالي وصوت المراوح يعني قوي والحرارة المهمة يعني يبعد عنه شوي وطبعا السلاك البطارية عرفت يعني إذا بتستخدمه قصلي وشي ميك ويرسلي كورتبل أو الله إذا بتستخدمه بدون شحن يعني بدون ما تشميك في الكهرب ممكن كم ثلاث ساعات أو ثلاث ساعات كثير هذا وإذا خليت يستخدم كل طاقة إيه طبعا دون الألعاب يعني 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 الزبدة هذه كلها معروفة في اللابتوب فتقدر تقول أنه ممتاز لكن كل الأشياء اللي يعني تحذيرات اللي من اللابتوب اللي ترى البطارية ما تطول ترى يحتر ترى بيطلع شوي ثقيل لازم نشك بالكهرب إذا تبيه لداء زين يعني هذه أزلية ذكرنا اللابتوبات قديمة كانت قوية كذا وفي واحد يقول بثلا ما الفائدة يمكن واحد يبي يشبك بالكهرب مهما كان كنا من أول ننقل ذكر كنت نزل دسكتوب بحقي بسم الله يظهري ننخلع كل مرق وننزله أشيال كل أشيال عشان أوريه واحد تعاب وريك لعبة هو طالما السوق لا زال موجود اللابتوبات القيامة لا زال تنزل بين فترة وفترة ودائما نزلون معناته واضح لها سوق أنا شخصيا ما نتفاهم بس يعني لها سوق بس عموما بعد ما قلنا موضوع اللابتوب نرجع لستيطة فلاي كان أول إعلان كان اللي تكلمت عن نتقبل شويل كان طي أول إعلان هم قالوا ها يعني هي أشياء يعني طبعا اللعبة الأساسية نفسها تأكيد الرسومات طبعا هذا شفنا شيء في الترالر بس في شغلة قالوها في أشياء شوان كانت صياغة الخبر اللي بما أن اللعبة قديمة ففي أشياء عدروها عشان تتوافق مع ما أدل العصر الحديث من اللعب ما أدلو وش كانت الصياغة صلاحة بالضبط بس ما ألم في شيء شالوه من حق الكوست في أر اللي واحد شو اسمه كارلوس واحد لاتيني كان يعلق على صدر آشلي في يعني زي اللي أوكي هذا الحين ما عادي يضحك ولا شيء ولا يعني ما لداعي فهذا شالو الحوار هذا كله بس يعني شوف هي 3D ما هي زي رسديبل 2 و3 فيمكن أسهل أنهم يبنون اللعبة الجديدة على القديمة من لو كانت 2D لازم كيف الصورة ذي الثابتة ونخليها عالم تقال تفر بيتعديل أكثر فممكن يكون في أشياء شالوها وهذا بيزعل للناس وممكن يغيرون بعض الأشياء يعني مثلا آشلي هذه كانت غسيثة كانت أسهل ليون أسهل أسهل ليون ممكن مثلا يعني قالوا خلاص بنشيل الجزيرة آخر شي في اللعبة أكشن بحت إذا يشوفون شي زين ولا لا بس في ناس وارد يضايقون منه لأن اللعبة تبدأ قرية بعدين قصر بعدين جزيرة ما دي في شي ضهر رابع فالجزيرة آخر شي يجون زومبي يزمعهم RPG وذا يعني أكشن أكشن طرفت كان اللعبة ثانية هي ضهر ضهر اللي في جسور هي والله أنا ما أذكر أترى لعبها ترى أنا ما ألعبتها اللي على الجيم كيوب وخلصتها عقبها يمكن شريتها أربع مرات ما أدري ليه أشغلها ألعب ساعة في القرية ومل ومعد أكمل هذا جنق المكان كده اللي تمشي على جسر ما أدري هم يطلقون على أكبر بي جي ولا إيش اللي فجأة طيح وكان قروش طبعا أنا أنا أتمنى أنهم رميك يشمل المسخة العربية ما ألعب لها بالمسخة دعا ما أتكلم عن العربية اللي لعبناها ومع عربية رسمية هي هي اللي نفذت غنية الجسم وإذا مت قرآن هي وإبداع ذاك الوقت ف دبلة لكانت شي اي ف يعني فيه الشكل مكانه بيخلونا تخوف أكثر شوي ممكن زي اللي صار مع رميك رزين تيبل وون يعني معنا ذاك الوقت يعني ومن مكامي لأنه دائما بيجي كلام خربته فكرة نظرة المخرج ولا شي أنا ممكن تكون يعني هو يتكلم عن مذي ذات داي و ما أقدر أخلي الشي يصير مرة ثانية ولا توقع أن يتكلم عن راكون سيتي توقع أن بدل ما بتيجي وتلقى بنت الرئيس مخطوفه وبس يمكن مثلا أنت كنت توصلها مكان وطبوا عليه كراوزر وخياه واخطفوها يعني بحطونا درامية أكثر شوي عربت لأن أنا برأيي ريزن تيفل ثري الحوار والشخصيات فيها أبداع الرميك يعني بمستوى سيفن وله بمستوى تو و ايت اللي يعتبر العودة الخراب يطعني ريزن تيفل القديمة مو بسوء اللي قبض اللي يقول دونت شوت عمان هيومن حس أنك دونت شوت عرف أنك هيومن ما يحتاج تعرفين بعض الحوارات اللي مرة رحح فيها اللي ضيان إنه أنا عصاب ضيان تحسد واضح كأنه يعني مو بطبيعي فكان فيه زي كده مثلا ذكر كريس إذا لقى جيل قولها جيل هل أنت ترد كريس هل أنت هل أنت أحس مستحيل تقول لي مثلا عصام هذا أنت ريان هذا أنت حسن يقولك إيه أنا أنت من يعني هذا مشكلة كان الحوار مكتوب وتقراه بس ما هو أنت مثلا لك ممكن أي إمبوت فيه فهذا يمكن يغيرونها أنا إزال أن اللعبة أنا يتعلق فيها فما في ذا اللي خربوها لأن الناس خاص هو رميك اللعبة الأصلية موجودة وموجودة يعني حتى على بيستيشن فور يعني تلعب على الفايف صحنا 30 فريم بضع 160 بس تلعب إذا ما عندك بيسي فخلاص تبي القديمة لعب الجديدة بتكون مختلفة أنا معدي مش بالعكس أنا متحمس للجديدة مهما سووا اللي كان يطورها M2 M-2 مو M.2 أذك ستوديو ثاني هو اللي كان طور رسم TV3 بس بعدين قاموا كابكم طوروا يعني خذوها وطوراهم كاميرا تطويراهم نفس الفريق اللي سوتوا طبع الناس واجبوا مبسطون لأنه عندهم 2 رهيبة و3 خايصة لأنهم قطع منها بس أول شي بيكملون شغل ذلك مو بادينا مبداية يعني ثانيا يعني كان في كلام أنه أصلا التغييرات اللي صارت في 3 كانت أمر من كابكم وبالعكس كانوا يبون تغير أكثر فهذا لا يعني أن 4 بتكون على قضاتهم faithful ولا يعني مطابقة قديمة ممكن تكون تختلف مرة بالجو وكذا لكن طبعا نفس اللعب يعني يعطوكم ذا الكلام اللي بنحافظ على اللعبة وكذا وبعدين قالوا أن بسألة أنا بالنسبة لي ما عندي مشكلة أنه أنا دور جديد أنا ما بي شي اللي في مخي كذا أبغى رسم شوي أحسن في مو كذا يعني حدا في مو أسبان مهبل بشكل زين لأن اللعبة كانوا أسبانيا ومدري دولة ثانية بريطانيا يوم تطوير رسم تيف وفور كانوا مرسلين الناس هناك يصورون بس أشياء لشان يحطونا في اللعبة لأن اللعبة يقال لها في مكان في أمريكا اللاتينية أو في ربا لما يتبرى من اللعبة يقول لا هذا مبلجتنا عرفت عرفت مثلا تطلع لعبة لهجة خليجية وكل دولة خليجية تقول لا محنان وهي كده شي ممكن ملفق فهذا لك سووا ومات قاعد يمكن عشر سنين ومشتغلون عليه ببساطة رحوا للصورة الأصلية هذا البوابة هذه لقناها طلعت في مدري ملقة ولا مرضية في بوابة معروفة رح يصوروها وحطوها في اللعبة فشغل مرة جبار وأخذ عشر سنين وغير تبرعات يعني ما كان يخذون شي فأنا أنا مبسوط بس المحتوى حق الVR واضح أنه مبلعبة كلها واضح أنه يكون اشياء معين أنه ثيرت بيرسن ويمكن صعب يخلون VR أنه فيرست بيرسن بس فيلج اللي لها سنة ومعلنين عن محتوى إضافي مسما عن هاي بتستخدم VR القديم 7 هي اللي زالت VR صح 7 كانت يعني من البداية VR و8 أو فيلج لا بس بعدين أعلن الحين تنزل نسخة VR في DLC عطرا إنكابكم عندهم شوكيس بعد 6 أيام اللي هو يوم 13 جزء من سمر game fest يعني زي ما كان في نوال E3 فهذا وش بقى يعني الحين هما أعلنوا عن هذا جزئية VR وأعلنوا عن وستريت فايتر 6 برضو أعلنوا عنها في State of Play وهم أعلن عنها من قبل بس شفنا لها يعني هم يقولون بنعرض أشياء عن العاب أعلننا عنها مسوقة أرابت الفكرة بس يعني اللي يقصد إنه بقى برضو وش في العاب عنها مسبقة ما أنا أتوقع بيجيبون لك بس ربع ساعة لعب بس صح يعني هذا واحد Village يمكن تكونوا عن DLC يمكن شاهدوا أنه ما يستاهل في State of Play بس يمكن تكونوا عن DLC اسمه ولا شي ما أدري وطبعا فيه يعني سيد فاتر 6 يعني ما أدري تسربت كلها اللعبة يعني 22 شخصية شنالها صور كاملة حتى حطوا تغريدة قالوا مدري شفنا شي مفروض ما نشوفه لكن نحن نكلنا مع بعض مدري وشو أنا مدري أنا أحس أنها الفكرة لأن يعني من يبقوا بالنظلات مؤامرة بس بحيان تحس إيه التسريبات المقصودة مفيدة يعني حطوا 22 شخصية أو تسربت 22 شخصية بالصور حقتها بالصور اللي يعني تقع على الموقع اللي هو يعني رسم والاسم تحس كانوا مثلا بجسون النبض لأن في شخصيات جديدة لأن باقي على اللعبة سنة أو أقرب ست شهور يعني 2023 فيمكن كده حتى في فيديوات فمدري يعني أحس أن ليه مثلا ما نعرض شيء وبعدين الناس يسبون فيه ونروح نعدله ليه ما مثلا نسرب لأن حتى مثلا تشنلي واحدة من شخصيات اللي مشهورة في سلتفايتر غير وجهها شوي عقوب ما عرضو عقوب ما جاء كلام خلوها شوي أسيوية أكثر و لاقص تحس أقل فهنا يساعد كن اللعبة عليها بس يلا تعديلات اللي بسيطة بس عند الناس كبيرة يعني حتى مارفل برس ناظر كده بعيد فلا عدلو خلوه يعني تعابير أحسن حتى ساكروف ستيتفايتر غيرو فأتوقع بيعرضون ستيتفايتر لأننا نتحمس ستيتفايتر يعني طريقة اللعب عندك عداد واحد بس تقتصو منه خمس اشياء وحتى ممكن ست مع السوبرز فعندك اشياء كأنها من ستيتفايتر القدام عندك بري عندك شي زي الفوكس اتاك اللي يعني تمتص ضربة جايت تمتص من ابزور فكننا ارمر يعني اللي جايت تقق واحد بديمو بري كأنك تمتص و تسوي كومبو عليه بعدين عندك واحدة لا اللي زي فوكس اتاك كاش داش كانسل اللي هي تخليك تسوي حركة ثم تكنسل على آخر تسوي حركة هذي يسمونها هوفردرايف وعندك رفيرسل اللي زي سيفات الفايف اللي كانك يعني يجي واحد يضرب تصد بس تضرب في نفس الوقت عرف مثلا زي جودو ولا شي اللي تصد الضرب بس بعدين تمسكت وتقلبها تدف يعني من تم تضرب الصدق زي ما هون بس تخرى عنك وعداد واحد والعداد يمتلي 6 قطع بالبداية فكأن هناك تفكير دائم ماذا سوي هل أكون دفاعي ولا هجومي هل مثلا خنان فأحاول أني مثلا أركب كنبوات مع بعض ولا مثلا أخليها للبري اللي هي يعني عشان أقلب الضربة وبعدين يعني إذا خلص الضار عداد مدري تصير مدري ما يصير تصير تعبان يعني لها تبعات تترك فالنظام الشخصيات طريقة الرسم الطور العالم مفتوح حتى لو كان يعني شوي يمكن يكون بوكلبي يا رجال حتى في حركة كانت تصير كاليبر بس إضافه هنا إذا جيت ضارب المرحلة يتضاربون فيها كأنك داخل حابة مصارعة تعرف اللي جون صفقون الناس بعدين إذا جاء الشخصيتين تضغض أسهم وتسوي تعابير مختلفة الشخصية نفسها قدر شفت اللي معجبة رهيبة بالأونلاين إيه استهبال ثلاثة أربعة ثوانية عما تعيد تنتعب اللعبة فتبدأ اللعبة فتقريبا كان كله كابكم بس فيه فالفانتزي سكتين طبعا فالفانتزي سكتين لها الجديدة وممكن الفيديو اللي عرضوه حتى حق ما كان شوي زين لنا طبعا كنا لعبة قتال على يعني كايجو يعني زي جوزيلا ولا شي دائما سيئ إذا عرضت شي من اللعبة بشكل يوحي إن هذا معظم اللعبة عارب ويمكن شي بسيط مرة بس كان كان زي طبعا فيه ألعاب زي ستري وكلستو برتوكول بس على بعض يعني كان مؤتمر جيد وكابكم عنده 113 فأتوقع نشوف أكثر لهذولي وحتى بسيست مايكروسوفت عندهم بكرة فهذا ممكن نذكر أسبوع الجاي يعني سوني كان عندهم هذا سيتف بلاي باقي نينتندو فلا حلقة الأسبوع الجاي شكرا بتكون مخصوص مؤتمرات إي يعني على الأقل مدعد نينتندو نينتندو يعلونها عالة مفجأة كذا بس يبيلها لأنه وقت E3 حتى سمر جيم فست قال هذا جيف كيلي قال لا ترى معظم الألعاب إذا مو كلها بتكون الألعاب معلنها مسبقا للناس دمني بمفاجآت بمفاجأة كان ودي مثلا في المعرض المؤتمر ودي مثلا أنهم ما دي تخلموا عن Bloodborne Remastered ولا لعبة جديدة من From Software زي ما يعني طلعوا Demon's Souls PS3 Bloodborne PS4 مثلا اللعبة الرابعة الثالثة PS5 بس هذا توقع هنا وهذا زين شوية عشان يصير تشغل على جنب مو بتفضي نفسك ذاك اليوم عادي الناس يعني شوية يعني يبلغون شوية يعني كل State of Play بون خبر كبير وكل مؤتمر الأكس بوكس يبون خبر كبير وحفل جوائز الألعاب يبون خبر كبير وGamescom يبون شي يعني خلائلة متى يعني وش تتو هو أنا على حسب يعني على حسب وش الهايب اللي يجي قبل إذا صار فيه هايب ولا شي أوكي تفهم ان يخيب أملك عدا ذلك يعني حس الناس قاعدين يركبون مواجهات وما يتعلمون الدرس عادي خلاص خصوصا مدنة زي سوني حاليا أو بلاي ستيشن عندهم كم كم لعبة معلنة عنها وخلاص نعرف أغلب الاستيديوات حق سوني اللي لعبة هنازا أو لعبة قريبة ويمكن الإعلان الجاي بصير من ساكر فانش غوستوف تساشيما تول لأنهم اللي لهم فاترة شوي خلاص نبي الحماس يا أخي نبي الحماس والهايب ونركب الموجو وزي كذا عاو كزي يعطيك الشعور خلو بس أنها يعني يعني زي مثلا حفر تذكر الموت وركانة تسوي سوني كال بلايسيش نكسبيينس رهيب يوم بدل يوم بدل يوم بدل يوم ممكن تتوقع مننا إعلان واحد مفاجئ يعني يحس أن أو ممكن أنه سوني مسوين عدث لمدة مو بستيتو في يلا والله عندنا أسبوع ذا بنسوي لكم نص ساعة مزعى لذا ما صار في مفاجأة أحس شوي يعني شوي يعني شوي هدو يا شباب هو منطقيا طبعا لا يعني إيه يعني لا يعني أكثر منطقيا أنا معك ترى هذه واجدة أنا لاحظت يعني كلا تقريب إذا قلت شي يقول كي لا شنون إيه لا بسمعروفة لأنه في البحرين يقولونها خلاص أنا تجي بالانجليز إيه لا يعني يعني إيه هذه حقات أنا فاهمك ومتفق معك إيه يعني متفاهم لا يعاد التكملة زي اللي ما احترامي لك ولكن زي كذا أنا أنا هذه عادية يعني تشري تكهرني إذا قلت الواحد أجر ما جربت اللعبة إيه وش إيه ما جربت اللعبة لا هو الجواب لا أولا إلا هذا بس أنا أكدت على سؤالك اللي هو سؤالك أنت ما جربت اللعبة أنا سويت إيه أهو مفرط تقول لا هذا يعني لغويا وأنا متعوذ عليها تقول لا لا ما جربت لا والله ما جربت تقول واحد ما رحت الفلان لا والله صح ما يقول إيه والله إيه ما رحت لا إيه بس ما تقول إيه والله صح إيه دامك واقف لا لا هو قصد قم يعني رح أرى يعني إيه طلع شوية يشتبي قم دامك واقف على فكرة في حركات حلوة لعبة سلاحة في Teenage Mutant Ninja Turtles 2 على العائلة كان يجمعها كوبون بيتس بيتس هات دار ما لدينا بيتس هات يذكر لنا قالوا إنه قفل خلاص مشكلة قفل يوم يوم صار فجأة صار فيه إجماع كثير إنه أحسن فيه فجأة قفل يعني في اللحظة الغلط أنا شوية أحب سوبريم حقتهم والساندويت حتى السوبريم أنا كنت أحب بس ممكن مشكلتهم أنهم ما نزلوا سعارهم لأن الحين فيه السلاحف شريدر ربنج شفتن السيدسفريج اللي نزلت قبل الفترة يتمشي على الجنب وتفقع وجيه مثلا لعبتنا صالح بشركة شمدت إيمو فرنسية صارت تاخذ ألعاب من شركات ثانية طبعا برخصة وطلع لها نسخ جديدة فطلعوا السيدسفريج لحق سيقة طلعوا وندر بوي مونستر بوي واحدة قيمتها حتى حلاية واللعبة والآن هذه شريدر ربنج قرروا يحطوا معها كوبون بيتسا هات عشان يصير زي ذاك الكوبون اللي قبل 30 سنة ذاك الكوبون ذاك الكوبون لا أقل تاكل لا تاكل الحبر يمكن يتحلل لأنا أقول لعبة العائلة قبل 30 سنة كان يجمع كوبون بيتسا هات الآن كان يشو نفس الحركة تعرف اللي يصور نفس يلعب Final Fantasy 7 وهو بزر ثم الآن يصور نفس يلعب الريميك ويحاول يخلي نفس الزاوية زي كده نذكر واحد وخته تشوف بزارين والحين كبار فحركة ذا حلوة شئ نمسوينها ضريبة هي تلعب على الأوتار بس وبيتس بعد تاخذ نمسوينها هم بالتعاون أكيد هم بالتعاون بس خسارة لو لا فعلى أطاري بيتس هات هو سنظار خصوصا لأنهم عندهم هذه هي يعني بيتس عندهم شيء في بيتس كييمينج شامبينز كوب لعبة فالرانت جوائز 15 ألف دولار وليس على الجزال أولي ولكل جوائز وشيء يبدأ يعقب كم التاريخ اليوم يبدأ عقب يومين 10 جون ومفتوح حتى المنطقة هنا لا للأسف موجودة بي سي بس بيكون فيه معلومات في الدسكريبشن بس يعني مسابقة مفتوحة مجانية والله مستثمرين يعني أنا لتوقيت بقول لك هم عندهم حساب كييمينج فشكت لهم كده تسويق صغير يعني مع دولة كده كوبان يلا والله دولة بطولة طب لبع الأخبار خلنا نتكلم عن اللي هو اللعبة الأسبوع أصبر صح لا قبل في جيمينج هذا اللي بسيف البوليبارد ايه موسم هذا تتوقع أنا من الإعلام أول شي طبعا يقال أنه أتوقع برعاية الاتحاد السعودي عندنا لرياضات الإلكترونية طبعا قاعد أقول أتوقع لأن الحساب كده جيمينج شكله كده كنا حساب واحد قدر يسوي الصورة كده ما أحس أنه شي رسمي ما أدري للحيل وله مؤثق فما أدري شو أضع أنا زي ما أدري شو سارف طريق شفت ايه فللحيل يعني اللي ممكن يعلم له شي إذا هو رسمي ولا يعني بتعاون عندك جهات حوما وبهذا المهم المهم الحوال نفهم Gamer's 8 شو معناها يعني Gamer's Gate Gamer's 8 ممكن كده عشان يصير G8 Gamer's يمكن شيء زي كده طبعا بسبب البوليفارد وكاتبين يعني في هاشتاغ موسم الجamer's فأتوقع أنه زي اللي بيكون شيء سنوي يمكن دائما في هالفترة دي في الرياض أو يمكن في السعودية دائما يتنقل المكان على حسب كلامه أنها أكبر بطولة رياضات الكترانية في العالم جوائز الضار 15 مليون دونار وجمع جوائز ما عدل أعلنوا على الألعاب ولا لتوهم أنا ما شفت أي إعلان أنا تويت جعلنك أبو أن نبدأ بدقيقة ظاهر أنا ما شفت صراحة يعني ما شفت الألعاب اللي موجودة للحيب إذا كانوا وعلنوا عنها بس الأكيد أنها بتكون يعني بيجهزون منطقة في بليفارد الرياض صراحة أنني متحمس الموضوع لسبب نظر على الألعاب أصلا من زمان ودي أحضر يعني أشوف كده بطولة أنا إياك ما رحنا البوليبارد لأنني كنت قيل لك خلروح أنا قد رحت مرة لو سبحت رجاء أنا رحت مرتين بس كلها جيني دعوة من موفي زين مرة ذبات مان مرة موربيوس فكلها أروح أمر ألف شوي في البوليبارد إذا بدت الزحمة يبدأ الفيلم ندخل نظر الفيلم إذا طلعنا اللي بدت الزحمة قلت فما لحقت على الزحمة والقرف يعني وكانت وسط ورقعت تقولها كنك حزين ما لحقت على الزحمة والقرف لا لا ماني بحزين بالعكس أشوى بس أنا أقصد يعني ما شفت البوليبارد لدي حتى ما لدي سألت واحد هناك قلت لهذه المنطقة وإذا قال هذي ولا عشرة في المئة حسنا مبالغ طبعا بس فعلا حسنا لي ما شفت منه واجد لأن أروح عشان فيلم عادة ومن بحب الزحمة بالعكس أنا مرا حساس بالزحمة فضل معرو أنا نفس الشي أنا ما عندي مشكلة زحمة ناس كده اللي حنا نمشي بس الزحمة اللي توصل لمرحلة أو يلا بدخل ألعب الأركينت زحمة بروح حاجز في القهوة دي يلا دول للك كرسي بروح حاكل في المطاعم دبر نفسك يا وحش تعني في الزحمة هذه المقرفة اللي ما عتدل شتسوي بنفسك لكن إذا في ناس كده في حياة قاعدة تصير الناس يمشون يروحون بس أغلبهم يتمشون يشوفون يتفرجون بس تقريبا أغلب الأماكن اللي بتروح لها بتلقالك مكان وتقدر تدلس هذه لا ومانعها مشكلتي بتصير بس بالسواق بس عموما يعني تكون شيء مثير لإتمام يعني كده اللي تروح البوليفارد أصلا كلا ككل يعني مكان جميل ضايق فإنك تروح تحضر مناسبة زي كيدا وتقدر تطلع تتمشى يعني مثلا خلني أقول له بالمعارض رايح ونت تشوف البطولة دي بدين تحس إنك طفشت شوي في لعبة بعد ثلاث ساعات أنتم مهتم لها كبطولة بس بشوارق على ثلاث ساعات وين أروح أوكي ممكن أروح الواجهة بعدين أرجع وقد نقول لك لأ ليش ما علمتنا ختمنا لك طرعت بعد تدخل حسة التنظيم اللي يسوون هذه البونيفارد لا رهيب ترح ترح كل تقاهوة رح تسوق تسوي اللي تبي لأن أصلا مكان مجهز في الشيذا وبعدين أرجع تفرج إذا تبي يعني إذا عندك رغبة فتقريبا يعني أنا بطولة أرعاب شي رهيب ومكان تواجدها بالنسبة لي خلانا يعني أتخيل أني بنسبة 90% بحضر إن شاء الله وبرضو الشيء رهيب الثاني أنك غالب إن إذا رحت في القناة يعني يعني تعرفهم أو ناس يعني تشوفهم كده لا لا والله شباب كنتم تسمعون الفودكاست وين يعني يزبدون إن كنت تزبد لهم شوف إن شاء الله همتها يبدأ تاريخ كم لازم تحرجني هو قائل التاريخ عشان كده سألتك أنا من تحرج أكتب منك لازم تحرجني لازم تحرجني لشان بروح أدور أنا الرابط يتوف تحت 14 يوليو بعد شهر تقريبا يعني يعني عقب العيد يعني العيد جس العيد تنتهي 17 وهذا تم طول إلى سبتمبر ووو واضح أنه فيه فيها العاب الواهد حول الشهرين تقريبا أوكي أوكي حلمين طيب نرجع الآن لعبة الأسبوع اللي هي ديابلو إمورت طبعا اللي بنتزلت موجودة على البي سي على الجوالات ديابلو إمورل إمورل لا إمورل قصتي عشان أي أنا فكرت فيها بدأ نسوت بحث لقيت فيه مقالات مسمينها كذا والله نبقى الناس مرز هذا نقطة مهمة طبعا نتكلم أو خل نبدأ فيها اللي هي خلع أعطيك تجربة هنا لأني حديث عهد ديابل تمام بس أهم نقطة بس قبل الله اللي هي طبعا اللعبة نزلت موجودة اللعبة معنين علىها قبل كم سنة يعني لريكاب سريع هي اللعبة طبعا اللي ما يدري من تطوير نت إيز شركة فرق معروفية بالجوالات خبرة بحل بالفلوس وطبعا كان من أشهر الأحداث الإعلانات اللي صارت يوم أعلنوا عن لأن الناس كانوا منتظرين شي جديد لديابلو بعد ين أعلن عن لديابلو للجوال الناس كانت مصدومة حتى بالعدد بالمؤتمرات صرفية تسليك الناس يعني تعزز هذا كان لحظة صمت يوم جا ذاكي اللي يسألهم قال هذه كذبة أبريل بس بموسم ثاني يعني كان الناس مروا حتى الدرجة اللي كانوا عن اللعبة اللي كانوا يقولون أنتم ما معكم جوالات التعامل مع الموقف كان يعني موقف مرة خايص حركات مايك وصوت اللي يقول ليه يعيش في مكان ما في نت قوي يعني قالوا اللي ما عنده من نت قوي طيب لا يشتري يخذ الأكس بوكس فيديو طبعا كان جزء من تخوف الناس هو أن اللعبة بتتحول شيء زي كذا لأنها بالجوال يعني سمعتها معروفة بعد سنين طويلة والمشكلة أنها نزل لها كان بيتا قبل والكل يتكلم عن أنها بيتوين يعني تتوقع أنه ممكن يصير فيه تعديلات بس واضح أنه لايحين يعني مع الموضوع ذا وغير مهتمين وغير مبالين أبدا اللعبة يعني بيتوين أو تبيتلبل أسر خذ أو ألعب مدى عمرك فطبعا شاركة تتجربتك سنة صغيرة أيهو أولا أنا قد لعبت ديابلو ثري يعني ما قد ظلاني خلصتها لأنك تلعبها يعني أونلاين مع شباب طبعا ألعاب هذه يعني لوت بيست يعني أنت تمشي تدبج في الأعداء وتجمع الكنوز اللي تطيح والفلوس وتطور شخصيتك بدلا أنك تطورت شخصيتك تبيتظار بعدها أقوى وهذه ما فيها كوب ولا شي ولا لا تقدر تنادي أحد معي آه حلو أصلا حتى أنا مريت جم ناس يعني زي نظام لعب زي ما هنا دستيني إذا جيت جم بأحد وتشوفه وقاعد يلعب عادي وكان جاني ما أدري هو لي أرسل لي ولا اللعبة اقترحت من نفسها لأن طلع علي خيار فجأة على الشاشة نظر الشخص هذا يلعب نفسه مهمة ما دلهم يقولون تبي تسوي لإنفايت ولا أنه هو سوى لي إنفايت لأنني انتبهت نتأخر راح التكست على طول لا أنا ممكن ما خلصت أنا لتتوريال الأول اللي اللي بدين آخر كده تروح للمقبرة آه يعني قد لعب ديابلو قد لعب بالدرزغيت داركالاينز الثانية مو بتراين وش اسمها اللي من اللي طوروا ديابلون ما أدري فما كانت تورتش لايت معرفته هم بدورها أشوف لأنهم نفسهم اللي طوروا ديابلو الأولى راحوا سووا تورتش لايت مش قد تدور تورتش لايت تورتش لايت فيديو جيم 2009 رونيك فعلهم زبدة اللعبة نفسها مشكولة موجودة على البي سي بعد موجودة ديابلو امورتل موجودة على البي سي وعلى الجوالات فاللعبة نفسها مشكولة يعني محترمة تصلح شخصيتك تحكم سهل قتال حتى فيها الدعم لليد فيها تنوع في اللوت الرسم يذكر كأكثر بديابلو توب بدال ثري يعني تشوف مقاطرة سينمائية وكل شيء مضبوط فيها كل شيء جيد فيها فيها كوب بس بعدين وهذه لم يرسلت صراحة بس شفت كم ستريمر من الكبار يعني اللي عنده حل اللي عنده على تويتر الحالة سبعمية ثممية ألف تقام يعني اشتر أوربس علشان تشتري فيها اشياء يحوسك شوي لانه يحسسك انه ما تبقى تدفع مبلغ على طول في احد حسب انك لو شخصية واحدة تخليها أعلى تدفع مئة وعشر آلاف دولار امريكي حوال رمية تلف ريال حوال نصف مليون بس هذا على افتراض انك قبل لا تلعب اي دول يكون سلبي لهذا بس كلامنا بس انه يعني تخيل حتى انك تشتري شي لازم تدخل يوميا لشان تاخذ الجائزة اللي تروح عليك يعني تخيل يضيع عليك شي اندفع عليه فهذا يعني عندك فيه اشياء كذا فيه شي مقدمة يعطونك 89 سنت وحول الدولار يعطونك 60 اورب 60 ما تشتي يا بت يعني حتى تتجار مخدرات احسن من كده طيحونك احسن يعني تخيل اعطيك شي ما تشتري فيه شي يعني مرة كان اوكي الحين بزود شوي عشان اقدر اشتري اوه عشان اذا شرائت بمئة دولار وشرائت شي داخل اللعبة وصار ناقصك شوي تروح تشتري بدولار هذا اول واحدة فهذا كله يعني تجار تقول يعني يجيك كلام ان مثلا يا اخي العاب المجانية شو انت بي مدخلون فلوس وممكن تقول مثلا اصلا فكرة العاب مجانية اذا غلط يعني عرفت لانها لان اللعبة ما نزلت في بلجيكا ولا ولا هولندا لان عندهم قوانين ضد القمار وال لوت بوكس فما نزل هناك طبعا زين ان اذا ظاهر خبط ال يرجع لك لان اللعبة اذا رحت ورجعت يطلعك من اللعبة عشان الندر فالقهر من اللعبة يعني زينة على بعض ما هي برخيص هو اول ساعة ما يقدر يعلمك عن الدفع ولا شي بس هذا يخرب ليه لان يقدر واحد يميب بس شكلية يعني معنى حتى عندي تحفظ على شكلي عادي زي الالعاب هذه الشكل اهم شي عند الناس وانا لعب لعب اللعبة مليون مرة مش بيتغير بفوز وانهزم بس هنا لا انه صار pay to win هي متعة اللعبة انا شاريها من يبقى استمتع لاني مثلا ضعيف ومتواجد وعرف اني لو ادفع 10 20 30 دولار صار تسهل بواجد علي يبدو الواحد يفكر يعني ليه ما اشتري راحتي بس طبعا المشكلة هنا انها مو براحتك صدق انت مجبر تلعب اللعبة مثلا والله على الحين زي انا مثلا طلبت لك لان بطاريات من جرير عشان الحجر بس راح ادفع 30 ريال لتوصيل يقول يا اخ مني بطالع طالع ما بغى اطلع خلاص 30 ريال ميب شوية اه اه ثم سعيد بنزين بس نفسي ما بغى روح اقيد البس وجهز نفسي واركب السيارة بس هنا لا هنا هي لعبة مفروض انها متعة فمادري انا بالنسبة اتوقع بقيت اكمل لعبها الين بدي يطلب مني فلوس ولي نصير غسيث اللعبة ثم بوقف عني بلعبها هو هنا المشكلة انا طبعا تجربتي الوحيدة ديابلو كانت تري ويوم نزلت على البلايستيشن وعلى حد علمي انه يوم نزلت على البلايستيشن كانت يعني تقريبا حل معظم مشاكلها لانه هو منزلت غير مشاكل الاتصال للظاهر كان في مشاكل كثير الناس تكون منها وكانت يعني ما اذكر كفير رأي سلبي مرة حول اللعبة فما ادري يعني وش كان السبب وش اللي اشيان متغير فهنا هذه زي ما قلت اللعبة متقلة اللعبة يعني وانت لعبت جميلة تعطي شعور رهيب حتى خلتني اتحمس ذكرتني بشعور ديابلو وخلتني اتحمس ديابلو وفي شي اذكر ميزة كانت عجبتني مرة ديابلو وعجبتني العال طبعا لو انت ما قد اللعبة وجيت شفتني وانا اللعبة ممكن حاط في اللعبة ثلاثين ساعة وكذا افتح القدرات واختار شو القدرة اللي بحطها بتشوف اشياء كثيرة وتحس يا ساتر الصداع كيف لك خلق تفكر بس اللعبة ما عاد لي كيف يعني تحس انها مترابطة بشكل يخليك تتعلم الاشياء دي بسلاسة يعني تحس انها معلومات مرة كثيرة فتقع تلعب تلفل تفتح لك القدرة اوكي عادي بعدين تلفل القدرة تبدأ تصير تأثير ها اقوى تحس بفرق القدرات بعدين احيانا تصير في مكان معين تروح بتجرب قدرات حتى الاختلاف بالقدرات يعني حفز تجرب احيانا لان لان كنا كل واحد كلاسة اللي نبغي يعني ننوع معنا والقدرات اللي عندنا كنا اذا لفلنا اللعبة تعطيك شعور يعني هذا شي رهيب مرة موجود في الالعب خصوصا اذا كنتوا تلعبون نفس الجهاز جنب لذا صرنا كذا جاءنا بوس كوي ولا جونا ونحوش كثير وصار يعني شوية الوضع صعب بعدين فجأة واحد بس هنا المشكلة هم اخذوا الشي ذا وهو اللي انا ما وصلت لكن اجزم انه هذا اللي صاير اللي وبدوا يلعب وحتى موضوع الاسلحة دروع كيف تفرق معك تبدأ تدفع فلوس عشان اوكي انت حين بدأت تلعب بدأ تمشي تمشي بدأ فجأة صار الموضوع صعب مرة لك صار فيه اللعبة كانت تعطيك شعور التقدم الرهيب اللي هذه اللعبة دائما تغذي شعور الانجاز فاللعبة كانت تعطيك شعور هذا تنجح فيه بتمييز بعد فجأة تسحب منك شف زي لعبة من النوع هذا خصوص انها كواب فهذا البي توين اللي بصير مو بل انك تروح مع واحد دافعك المفروض يضيفون بي في بي بمدام انهم يصرقون اللعبين بأكبر ممكن مشكلة انها انا متأكد هذه يعني من الإدارة يعني من بقية مثلا ناشر ولا مطور انا احيان مطور نفسي يحط ها بس ما في مبرمج ولا مصمم يقول يسوي لعبة واتعب عليها بعد انا بغى امص دم اللعبين عارفت عارفت نتجي من فوق لان انت كم صمم ولا شي ما يكدخل باللعبة كم تدخل انت لك راتب وقضينا بس اللي فوق يصير مقيول لان اللعبة هذه لازم تصير دخلنا مبلغ يعني لان يدخلون بالهبل يعني عندك سكوير مع فرست سولجر والعاب ثانية فيه العاب يابانية واسيوية واجد يعني هم عطمدون على الويلز عرفت على الناس اللي ما عندهم مشكلة يدفع يا انه مرة واحد مليونير ولا انه واحد ما يقدر نفسك نفسه عشان كيف تصنف كالنقمار وحيانا تصير لعبة وحيانا يصير عادي انك ما تدفع او تدفع شي بسيط تمشي نفسك بس ليه يعني انا جاي استمتع ماني امشي نفسي ابحن شوي يا رجال خذلك ساعتين يوميا بس وتمشي مور اكتب ليه زي اول اللي بتقدر يعني خلونك مرة ما تقدر تقدر راح والعب بس تبدأ يصير الموضوع مستفز اللي تلعب تتعب في ناس بي نبسطون فيه ما عندهم مشكلة في ناس ما يفرق معهم موجودين هذا هذا الطبيعي لكن نتكلم عن العموم بصير اللي ما يدفع بيوصل المرحلة اللي انا صار موضوع مرهق بالنسبة لي لازم ادخل واقضي عدة ساعات عشان اخلص شي يعني مصمم هو بشكل انه يدفعني مني اشتري مو مو زي مثلا العاب الصوز او حتى دياب للعادية اللي اذكررنا مثلا اللي لعب على شباب ونوصل الاماكن والله صعب مرة اذا لازم لازم نبدأ بمهارة واذا خلصنا المكان على طول فجأة نصرنا لفلنا وجانا اشياء وجانا لوت اللي لان اللعبة خلاص قيمتها ثابتة فممكن فيه عنصر عشوائي بس يعني حس انك تقدر تتقدم حين تقدر تتجاوز الاماكن ثانية بعدين لانك بالأخير برضو تبي تحدي عديته تجيك مكافأة تجليك تقدر تمشي أحسن وأسرع بالأماكن الثانية اللين توصل مرحلة نفس كده فصراحة يعني شي محزن ان اللعبة مرة يعني انا لعبت التوتوريال بعدين وقف بدين ورجعت مرة ثانية لعب عشان كنت بكل صراحة قاد لعبها قلت ايه ما في توقعات اللي بس عشان نتكلعب عنها ونشوف جربناها مرة رهيبة ونالعب كده للقدرات جد قدرة اي قدرة تلفل اروح ونشوف الحين وش بيصير في شي جديد افتح اروح احب ويلا خلني بجرب الحين وش قدر تجي معي وحتى اذكر نفس الشي اتوقع انه موجود هنا بس بدياب لثري كان في اشياء اللي ما كنت اطق لها خبر في البداية بعدين يوم اوصل اماكن اتورط فيها اوكي ابدأ اركز على تفاصيل في الدروع تفرق انا ما كنت طق لها خبر كنت درع اللي رقم اعلى بحطه في البداية ما اخذ اقل اخر واحد اللي معها هياكل عظمية اثنين اثنين اسمه اخذ مونك على طول كيف انا كنت هذولا عادة وهذا كنت تجربتي على قديم في البداية مومل قدراتها خايصة يطفش بعدين ده بدايت تفتح قدراته لبلت يمكن يصير احسن من الباقين اللي عنده قدرات كثير مرة رهيبة فانا قلت اقول انا بالعب اللعبة شوي عشان باخذ البربيريان واروح اصطر اقتل كده واضرب بعد دخل في نص اصلاك لكي أعطيك شعور في هل هذا وخلاص نخلص المبدئيا احسن اني ممكن ندمت شوي بس عاد يعني ما مش يتكيري بديني ارجعي حتى في ستينجر فاردايس كان يعني لانه يعني يصير عنده شوي سحر ولوشي بس نفسه الوقت عنده بقوس اذا عرفت فكنا كنفوغ يعني من اسمه ايه يعطيك تصور يعني انه تحس انه في اشياء قد تصير اه اه بلعبة ما فيها مايكرو ترانزاكشنز ابي لعبة ما فيها مايكرو ترانزاكشنز انا في لعبة في بالي شايفها بالتايم لان عندك بس ما لنشوف هذي اه لانت قصتك ماريو سترايكر صح اي تصبر هذه ديمو لا انا 90 دولار باعت 14 مليون نسخة يعني باعت كان فيه تهكم كثير ولا هو اي شي ننتندو يطلع فيه تهكم بدين غالبا يطلع يعني يعني اي يعني هذه انا عندي استخدم بيومي انها تمرين بسيطة ولعبة ربيجي لاسف ما حطى ديالسي ولا شي بس سويتش سبورتس هي تكملة يعني او زي جزء جديد من يعني وي سبورتس اللي كانت يجي من الجهاز عندك رياضات زي يعني تنس كرة وش نسموه كرة طائرة بدين يسمونه كرة طائرة كل ذلك كرة تطير ما قلتش كرة ثابتة هلأ يعني لازم ما تلمس الارضة هذي اوكي عشان كده طائرة صح ممكن اكثر شي لازم تلمس حتى البينج بونج تنس الطاولة لازم ينمس تنس فعندك رياضات هذي وبيجي ظاهر غولف وشي بعدين عندك سترابل للكرة بس لم في بعد كرة فحليوة يعني يعني ما هم انسى الدقة شوي وانت تلعب بس انك تلعب تنس بيدك يعني كميني جيم ماشية في شي اسمه تشامبرا طاهر هذا بالسيوف هذا يمكن متعة شوي لان وانت ضرب مع واحد اذا سيفين كم يعني اذا ان ضربته وهو مثلا سيفه وفقي وانت وفقي ضربته اذا رأسي لا بالعكس صده لانت خيلها انت لو بتصد شون تصد ما تصد انك تحط السيف زي تحط عكسي 90 درج فانا بضرب كده من فوق التحت تحط السيف بالعرض عشان تتوقفها احلى هو اللعبة يعني هذي يطلع دي لسي بس يعني حلاوتها انا طبعا عشان محجور رعبت الحالي بس شاري توستراب عشان اثنين من الشباب عدم مالية الاصليات بس لو لعبونها ناس مع بعض جم بعض اللي بصير فيها يعني هذا الشيء ممكن يفرق مرة بالتجربة يعني تقنعها كافي للدرجة إذا لعبوا ناس مع بعض جم بعض ممتعة ولا فيها مشاكل اللي يمكن حق التجربة الضحك أول مرة وخلاص اي انا كنت تحس نفس الشيء يعني وي سبورتس حق التجربة بس ازاي انها يتنفع للناس اللي ممرأين جيمز عرفت لانك تقول له مثلا امسك اليد وكان تلعب بالتنس واضحة بالنسبة له بالعكس تقوم بسيح حركات ممكن ما يحتاج تسويها يعني كان في ألعاب مثلا يقول لك ما يحتاج مثلا انك تسوي من ضربة سيف يكفي انك تميل اليد سنتي واحد مثلا 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 جنس جنس تشغل موسيقى عادية تلقى على يوتيوب بس بلانك ترقص معها وتتحمس تدخل جو وتعرق يصير رياضة زي كده فهذه ايه انا بالنسبة لي الحالي شغلت كم مره ومليت خلاص عارفت يعني ممكن اكثر شي بيفيدني يعني بيهمني لو نتخليك تعرق زي ذيك المجانية جنب روب ترى شي بسيط كده لعبة الجوي كونز تمسكهم وتسويك انك تطمر طامر طيب وصلت 400 هنا وقفت صدق يعني تدري يوم كان عمل عن بعد إذا جاني شغل غثيث يعني غثيث اللي كده مكرر أسوي هذي عشان أتحمس لأن يأثر عايقسل عندك حماس شوي من تبلاك اللي خامل فبقى سويت سورتس حليلة بس تنفع إذا حولك ناس سترابس اللي شرعت تحقيت نتندو ما لقيتها عند أمازون السعودية فشرت كلها رسمة لها شي تربط رجل اللي تحق فيه واللعبة وحدة بس اللي تتكلم عنه ماريو سترايكرز هذي اللي بتنزل رايب مرة ظهر يوم عشرين يعني بعد أقل من سبوعين هذي نزلو هذي البيتا يومين بس كان السبت ولا حد وساعة تعرف اللي ست الصبح إلى سبع بعدين ثمتين العصر إلى ثلاث كل اللعبة طيب كل اللعبة لا لا اللعبة فيها فلاين وفيها ذا بس ديمو لأنهم يكون سيرفور سترس تست ما يبونك جرب اللعبة هتقد تجرب تدريب والحركات كلها بس أنك تلعب فلعبتنا لعبت وقتين أو ثلاث من ذا ست يعني لأننا ما قدر ألاحق صبح وليل وذا ومرأ لعبت مع صديق ومرأة الثانية لا الحالي ظاهر أنه ممكن إذا ما لقيت أحد لعبك الحالك اللي طبعا أحسن لأنه صراحة إذا لعبت مع أحد يعني بيرفع ضغطك أنه لم أعرف اللعبة يعني أنا فز في معظم مباريات مو باش أني فنان لأنه يلعبون مو بعرف مو بشك يصير في مشكلتين في اللعبة الأولى تخيل تلبيتني وشخصية طلعها رقم لا غامق ولازم تعرف من الغامق هذا معنا شخصية كنت وأحيانا صدق أنا أقولك أحيانا كنت مدي وين كورة تعرف اللي أوقف وين كورة وألقى اللي معي ما يدرون وين كورة يعني يعني يقعد لهم ثلاث ثواني لين واحد يروح يمسك الكورة طبعا في خرابيط في مثلا يعني ضربة قوية كذا لها مؤثرات وهدف هدفين مرش من هدف هدفين إذا جبتها بس هذه لازم في كورة كذا كهرب زي حق تسماش لازم تمسكها ويتكهرب كل فريقك وبعدين تشوت من أي مكان ويطلع زي حقات القولف يطلع كذا زي العداد اللي لازم تضغط إذا جاء في الأزرق مرتين فمي بسهل تسويها والصدق إنه ما حد من اللي يلعب معهم عرف سويها لواحد ياللي ما يعرفون لا يلجبون فيها العيد بس إنها تقهر هدف هدفين بس إنها يعني ويوم ويوم كنت ألعب مع أحد ونصير ماخذين الكهرب ولا يسويها كان يقهرني يحكوا ممكن هدفين حرم عليك ما يدري يعني ف عندك هذه إنه في حوسة قاعدة تصير ما أدري يبيلها شيئا كذا يبيلها الـ UI يعني وجهة مستخدم تغير بحيث إنها تكون أوضح لأنت بجي نقول كبير يعني لو ألعب على الـ Switch الـ Handheld تقع ماشي بشي يبد الشيء الثاني وهذا مو شرط شين إن اللعبة محقدة شوي عن نينتندو يعني عندك تشوت وتناول وترفع زين وعندك تستخدم ايتم طبعا هذي يطلع لك فجأة صدفة خضراء يهذا استهبال بلين عندك زر عشان تركض وعندك زر عشان تبدل اللعب وعندك زر علشان توخر يعني أو تستخدم العصار إلى الآن هذه يعني ميب معقدة مرة يعني طيب بس بعدين عندك الشوت والناول والرفع والكسر بعد لأنه إذا ما معك الكورة يصير لي رفع يكسر عندك تقدر تشحنها وإذا شحنتها تقدر توقفها في وقت مناسب تصير أقوى فبعدين عندك أشياء زي مثلا تناول تشوت تشحنها قصلك يعني اللي قبل تناول زي نظام مثلا اللي زي نظام تشحنها قصلك يتعلق على الزر لين يتعبى عدات ومتتركه إيه بس قصلك الوقت المناسب بنفس حقيز مثلا اللي كان علق برضه أو أضغط أو أضغط بغطة ثانية في الوقت المناسب في الوقت المناسب بس هذا أكثر إن كني يتعبى بس عرفت يعني أصعب إنك تدري يتعبى أو لا لأنه مجرد شي يتعبى إذا وصل يتعبى مرة أضغط مو يضعقه ما يتعبى بشوي يعني هي أكثر على ذا الأشياء البسيطة الميني جيم عادي إذا صح تسميتها ميني جيم أكثر من أنها اخذ الكورة وراوغ واتخذ القرار المناسب بالوقت المناسب اللي هو يعني قصدي مو بالوقت زي مثلا خلنقل قارنها مثلا بأي لعبة كورة ثانية اللي خويك شوف وين هو حاليا وناوله بناء على التوقيت واختر الزاوية المناسبة عشان يروح لا مو بكذا أكثر أن رح خذ الأيتم تضغط هذا وعلق عليه عشان تضغط في الوقت ميني جيم جيت تشوت السوبر مثلا نضغط السهمين أنا شوف حتى المقتل اللي تحاطة الحارس قاعد يضغط أزرار عشان يصند دومانشي تهوي بس هذه أنت قتل عبها كلعبة عادية يعني عرف تقدر تناول وتشوت كده بس هذه إضافية يعني مثلا تعرف حركات اللي تناول ويشوت على طول على الطاير هذه مثلا تصير بأنك تضغط اللي ناول وعلى طول تعلق على اللي يشوت ويجيت الكرة تترك في الأحوال المناسبة فهذه قلت تتعود عليه هذه تطور تقدر تناول وتضغط عشان يرجعها لك عرفت اللي تناول لو يرجعها لك كالي أنت تنطلق تناول الواحد يرجعها لك وتكمل عرفت حركات وقع كانت تتصورت وقع الكرة العادية وش اللي تناول يرجع لك على طول 1-2 يلا أول رقمين في ذا ما أدري إنها 1-2 ما أدري اللي إسمها 1-2 يعني 1 بدين 2 أوكي ألمهم زين 1-2 فزي هذه بدين عندك حتى بالزر نفس ZL الظاهر في طبعا المناول اللي through pass يسمونها اللي بير رجين واحد اللي واحد ينطلق وتناول له لو ما يبعب في الكرة طرعا من زمان اللي تقدم الكرة وهو منطلق أكثر اللي يلعب كرة اللي يلعب كرة مطلع الكرة هذه الأشياء تفرق معاه شون تفرق يعني أنا قصدي هلها المشكلة بالتحكم نفسها ولا بالفكرة نفسها لا لا أنا قصدي إنها كلعبة مفروض إنها أبسط من كذا عرفت يعني زي لو ماريو كارت مثلا فيها زرار زيادة ولا مثلا لازم توازن الكفرات ولا شي مين مش كموجودة في لعب السيارات الثانية بس مو مكانها شوي عرفت يعني أحس من اللي شفت من الناس اللعب معهم ما حد يعرف سوي شي يعني حتى شفت واحد من الشباب حابت إن اللاعب فائز 10-0 طيب الإحصائيات متقاربة الاستحواذ 55-45 الشوتات 30-20 يعني ما تحس إن الفريقين في فرق بس ليه أدخل 10-0 عشان حركات زي كذا عرفت لأن مثلا حتى كان ما استخدمت الهايبر سترايك اللي هدف عن هدفين بس مثلا زي اللي 1-2 اللي مدري بينية وش هي بينية هي ثرول بينية لك مدريش ذي حق ترقيد دابت هي زبدة المثلث في بروبولوجين سكر وش هو هذا اللي أنا عارب قصدك هذا المثلث اللي هو المثلث هي اسم الحركة حتى حتى في كاس العالم بيسرون نسمونها المثلث تدري كيف 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 خلاص المعلقين بيسرون نسمونها المثلث استهب أنا أشو لا أشبتك قصدك أنا صدق لا أستابل لا أستابل زي فيفا الآن في فيفا أكثر الناس يعرفون لعبة إياي أكثر من الكورة نفسها يعني إذا قلت لواحد فيفا على طول قصدتك اللعبة عررت أي لأي لا وش منظمة مدريش نظمة حتى حتى مو منظمين أهم حدث خلاص أهم الحدث في أوروبا يعني فما منظمة فاسدة بعد واسم رئيس ما تريد وش شو الجديد رضيع اسم رضيع انفنتينو انفنتينو معناها رضيع أرد فكان يهدد لأنه من زبدة نوافت خاصة يكون إيجابي فزبدة اللعبة يعني يبيها بس تحسين طبعا لاحظ فيها لاك زين يعني نت مو بصاير يعني زين مع نينتندو بس مع الفوضى أصلا ما حسيت فيه أنا قاعد أشوف يعني فوضى وش قاعد يسير يعني بحين نشوف الكورة تسكع في الحارة سبع مرات تبطيح وطبعا لن فيها تبقيس ورفس وذا تطلع بعد يعني ضحك فيها آيتمز وكل واحد جد آيتمز حقته ف جيد اللعبة يعني ممتعة تلعب على الأقل أربعة نفس الجهاز أو ترضى جهزة ببعض تلعب على الأقل على الجهاز واحد كم أكثر شيء وسويتش على ثن أربعة بس فيها لعاب ضار ثمانية بس هذه قصة دي ما أدري يعني الدمو ما يعطيك شيء الدمو يقول لك تبطيح تلعب أونلاين الحالك الحالك ولا اثنين يعني اثنين عالمس الجهاز يلعقون أونلاين سويتها في ماريو كارت وماريو تنس أو أنت وتلعب مع واحد أونلاين ضد اثنين أونلاين عرفت في ناس يمكن ما أدري قد عيد ظهر في أحد لعب هو واحد بس دخل مع واحد ثلاثة فصار ثلاثة ضد اثنين ولو ما لقى أحد بحيان دخلت الحال بفتر واحد ضد اثنين طبعا مين مشكة واحد ضد اثنين لأنك نفس الفريق هاي كم لاعب طيب الفريق الواحد كم لاعب صدقي أربعة والحارس أربعة غير الحارس اي والحارس الحارس دائما الحارس شكل دائما كمبيوتر لأنه صماتي قد تغير شخصيته لأن الحارس دائما واحد لو أنتم صرت اثنين ضد اثنين وجاع عليك شوتا وفي أحد منكم هل يسير الحارس لا لا الحارس تقولك دائما كمبيوتر ولا تختار الشخصية حتى لأنك يجي تلعب تختار الشخصيات التي بيها الشكلها ممكن توصل أربعة ضد دربة اي لأن السويتش يدعم بس الدمو كان لا كان تلعب يا مع واحد عن سلجهاز يا تلعب أونلاين مو بياء هو صراحي يخيرك بداية تتوقع بعض المشاكل اللي أنت تقولها مثل الوين تو والترو والأشياء ذي لو صار أربعة ضد أربعة بعضها بيصير ينحل جزئيا بما أنك أنت أنت الحالك اللي قاعد أنت لاعبك لك ما عد لك أي صلاح ما أنت بقاعد تتحكم بلاعبين أنك تناول باللاعب ذا لللاعب ذا عشان بعدين تتخذ القرار مع اللاعب الثاني اللي صار الكمبيوتر تتحكم فيه بعد ما صرت فهمت الليكس ده اي بيفرق بالجزئية ذي لو صار كده أنا ما أعتبرها عيب عيب زي ما هون بالنسبة لي أشوف أنه مغقد على ألعاب المفروضة أنها أبسط يعني بالعكس فأحد منك عمقي يا أخي رهيب فيها حركات واجد اللعبة تقارع فيفا يعني بالنسبة لي أحسن من فيفا كأحساس يعني لكن يعني أقصد إذا أنت قاعد تترعب مع الناس وتشوف أنه مغير يسقعون ولا يعرف يسقعون شي يعني وتشوف مثلا يعني واجدة ناول واحد يقوم على طول يغفعها بمكان غلط أحسن أنك أنا قاعد يضغط في الإزرار مبدالي أعرفت لعبت مع الشخص وترى هذا مو بيعني حكم عليه لعبت مع الشخص آخر شي قال مبروك على الفوز شو مبروك نهزمنا هذه واحدة كانت من هزائم قالت معي بالفريق كتصباح الخير إذا ما تدري المشكلة ما كان فيه فويس شات ما دي فويس شات حق سويتش يعني معقد ما يدري نحن نلعب مع بعض أردت فهذه شوي يبي لها تعديل في الـ UI شيء يخلي اللعبة وضح توقع هذا يعني الفيدباك اللي كانوا ينتظرونا بس حال بعض لعبة متحة يعني إذا تبيت متحة متحة فيها شخصيات تأخذ لك ماريو لويجي واريو يا رجال لويجي يدخل أون قول يقول غشاشين يعني راكم مع شخصيته أردت غشاشين دخلت أون قولان خلاص بس أنها يعني لا أنا ناوية خلاص بس أنها كانت ملاحظاتي يعني غير أن لا تتوقع أن نت زين من ننتندو يعني كان يطيح الفريم ريت اللاق ما كان واضح لأنه قلوك حوسة بس على بعض زينها بس هي تحفظاتي أنه أريد أن الأشياء أوضح شوي أريد أن ما أدري التحكم شوي لأنه تفكر فيها ما أدري ما أدري لا تحس أنه معقد شوي أنه فيه يعني حتى مثلا مناول رفع وإن ديناه أنه واحد ما أدري إذا ضغط إذا كان بعيد يناول إذا كان إذا كان بعيد يرفع إذا كان قريب يناول بحيث أن يكون بس زرين أساسيات واللي يكسر خلاص اللي يناول إذا ما معك الكورة يكسر كان يطلع سهل واللي شوت حتى إذا ما معك الكورة مثلا يسوي شيء ثاني زي تركض ولا شيء يعني أنا أحس أنه ممكن يكون يعني أوكي زيادة التفاصيل الزيادة بس بما أنه فيه شخصيات ولها قدرات وفيه أشياء زي كده يعني وهذه يدعب بعد قدرات تعتمد على الشخصية هذا ممكن ما يعجب بعض الناس تعتمد حقيقية على الشخصية وبما أنه فيه ألعاب كور يعني هذه بتصير بارتي جيم يعني شيء اللي تلعبها فأتخيل أنه بالنسبة لي بيكون إضافة لأشياء هذه ما دعا تطبيقها قديش معقدة بس إباطاتها بتكون أحسن من أنها تكون موجودة وبيكون في DLC بعد لها يعني يعني نشوف مثلا إذا كان فيه شخصيات جديدة أو لشي فعلى بعض لا اللعبة جيدة ويعني لعبة ثانية ما تلعبها يا ريان لأنك ما شرأت سويتش إن شاء الله مع البرو بإذن الله مع سويتش تو سويتش برو إن شاء الله بإذن الله طيب قبل ما نأفل خلنا نتكلم عن Board Game Of The Week أو اللعبة للبورد جيم اللي هذا الأسم طبعا قررت إنها تصير كذا كل أسبوع يمكن مرة قررت أن نسل عاد نشوف هالفعل مرة لعبت لعبة تعتبر عادة إصدار النسخة كانت موجودة نازل 2011 الظاهرة أو 2012 اسمها Libertalia هذه النسخة الأصلية لعبة قراصنة النسخة الجديدة Libertalia Winds of Galachrist الظاهر شيء زي كذا صار في تغيير شوي بالثيم صار في زيادة كروت صار في تعديلات شوي بالmechanics صار يعني اللعبة نوعا ما يعني ممكن تكون محدثة بشكل أحسن ممرة ريبينت نفس الشي بس مغير الثيم لا في تعديلات شوي زيادة فكرة اللعبة طبعا كل واحد الحالة كلكم قراصنة كل واحد مع سفين كلكم معكم نفس كل واحد معها 40 شخصية نفس الشخصيات بالضبط تمام فاللعبة ثلاث رحلات الفوياج رحلة صح أو لا نسميها رحلة يس اللعبة يعني تنقسم الثلاث رحلات كأنكم تروحون كلكم ثلاث رحلات تتنافسون على الجزيرة معينة تتنافسون على الكنوز اللي فيها الرحلة الأولى أربع أيام الرحلة الثانية خمس أيام والرحلة ثالثة ستة أيام وكل لوت له قدرة معينة ووجودة في البورد يتوزع عشوائي على حسب عدد اللاعبين لأن اللعبة تشي من ثلاثة إلى أول حتى تلعبها لحالك من اثنين إلى ستة ومن واحد إلى ستة بس يعني عموما ثلاثة إلى ستة هي اللي يعني اللي يصير لها نفس الأسلوب المعتاد مو بمقوانين خاصة عشان للعدد اللاعبين فيطلع عشوائي فيه تحط فيه اللوت كله تطلع عشوائي على عدد اللاعبين تحطها للأيام كل واحد له شي يفيدك شي يضرك أو يعني على حسب شي يخليك تهاجم الناس اللي في اللعبة طريقة اللعبة طبعا في بداية اللعبة يجي واحد مثلا أنا أسحب ستة كروت عشوائية اللي هو أربعين شخصية كل شخصية لها قدرة مختلفة فبعدين أجيكم أقول لكم أنا سحبت الكروت هذي بالرقم الكل يسحب نفس الكروت الكل رحلة نفس الكروت فبعدين من الستة كروت هذي اليوم الأول كل واحد بيختار كرت واحد من يده بناء على وش يتوقع من اللاعبين فهنا يبدأ شوي تبدأ المعيش إن إذا صار معك أعلى رقم أنت أول واحد بيأخذ لوت مثلا خلنا قول معنا من واحد إلى ستة بس الكروت فجينا لعبنا وحنا ست لعبين جيت أنا لعبت رقم ستة وانت واحد أنا بكون أول واحد يأخذ اللوت اللي موجود فعند أدفانتج لكن أقل رقم غالبا طبعا لأن في تفاصيل زيادة وأول قدرة بتتفعل لأن في قدرات برضو تتفعل على كلكرت فتعرف اللي فلوس هذا في النهاي فسالفة أن الكروت هذه اللي تكون معنا كل نفس الكروت أنا أدري أن معكم هذه الكروت لكن لا أدري لتلعب منها وقراري ممكن يتحدد على الربوتيشن ممكن أنت لعبت رقم ستة أو نادر أن عصام لعب رقم ستة اليوم الثاني باقي أنا وصالح مثلا معنا رقم ستة من اللي بيلعب خلني أفكر خطط شو شو بسويها الكروت اللي تبقى معك من الرحلة الأولى تستمر معك الرحلة الثانية نسحب ستة كروت جديدة ونكمل هكذا كل رحلة نسحب ستة كروت جديدة نفس الشي بس اللي باقي اثنين طبعا اللي قبل هي اللي تكون ممكن متغيرة طبعا بما أن 40 كرت ف 40 قدرة مختلفة لك أنت تتخيل وش الكمبوز اللي ممكن تصير سواء هجومية دفاعية شي في ذلك ليت جيم شي في ذلك على طول في لحظاتها اللعبة رهيبة ما تخيل انها عبت معهم اللي حس انها اللي مثلا ما في اللي يبغون طول الوقت انه تأخذ ذات اللي أنا أطبق وأخرب عليك جميلة صلاحة حتى يعني شكلها شكلها جميل الناس اللي يمكن يبغي شكل جذاب الناس الناشر دائما عندها مرة ممتاز حلو تحسنها فاخر واللعبة رهيبة ومعناها 40 كرت فمعناها انك مستحيل اللعبة أو حتى لعبتين تمر على كل الكروت اللي موجودة في كروت بتتكرر في كروت إذا صارت مع بعض بتصير أوف مرة رهيبة فتعرف اللي التجربة بتتغير دائم في وجهين برضو البورد نفسه في وجه اللي يخلي يعني اللعبة شوية أكثر مبسط أكثر الوجه الثاني على أساس تحطي شكل كده إنه كنا في عصار وثيم شوي متغير الوجه صح ووجه نفس البورد تقلبه فيعني شوي يقلب اللوت نفسه يتغير وش اللي يجيك منه هنا يعطيك فلوس هنا يخليك تدفع فلوس يعني شيء زي كده يا اللعبة صراحة جميلة جدا أتخيل إنها بتعجب أغلب الناس تحتاج شوي لغة لأن كل كرت له قدرة فلازم تقرأ بس قاعد أقول بتحتاج شوي لأن لو مثلا صار في معك أحد ما يعرف أنتم بتسحبون 6 كروت كل بيصير معكم نفس 6 كروت وستة بس بعديد مرة كبيرة ومو بالضرورة أنها كل كرت بيصير في تكست كتير فتقدر بعد ما تكشف ها الناس اللي ما يعرفون يعني ممرة باللغة تقدر أنه كرت رقم كذا هذا اللي يسويه وخصوصا أنه في أشياء مثلا ضرورة اللي يعني زبدا يعني أنه القدرة تتفعل في الوقت الفلامي يكون كرت مكشوف خلاص الكل يدين يجرح لوقت رهيبة صلاح اللعبة شميلة وقت الشرح أو ونت تشوف فيديو ممكن تقول بس إذا بدأت تلعب وصرت في نص الأكشن والمعمع اللي أنت الحين لحظة أنا لازم أقرر ألعب كرت بس ما أدري وش ألعب لأن الريبيتيشن حقي نازل فأنا أبغل لوت هذا ما أبغل هذا بس فلا ما لعب الكرت هذا فما أدري من يلعب الأشياء هذه التفاصيل إذا بدأت تفكر فيها وما رح تفكر فيها إلا وانت تتفرج ما تصير ما تعني لك شي خليك مرة يعني فيه بالنسبة لهم يكون موضوع مرة بزيادة مرهق يعني لعبت مع الناس اللي خلصت اللعبة اللي أوكي اللعبة حلوة بس ما بيلعبها مرة ثانية مرة يصدع راسي وأنا قاعد أفكر بالإحتمالات والشياء اللي بسويها اللي بيجرب أول واحدة تصلح هذي ولا في شي ثاني ما أتخيل أنها بتكون فيها لعب مع أنها ممرة صعبة يعني إذا معك واحد قد لعب يشرحها الناس جدد يعني لأنه المهم أن فيه أحد اللي بيفهمها ويشرحها ويعرف شوال يعني يجب ممرة صعبة إي إذا كلهم جديدين ما أدري مع أنها ممرة صعبة وكل شي مكتوب في البورد كل شي واضح يعني خصوصا إذا فيه اللغة مثلا حتى الكروت خلاص كل واحد ياخذ كروت وما يحتاج دائما يسأل مع أنها أرجع وأقول ممرة لأن كلنا ندري وش اللي بيد لعبين ثانين فعادي تقدر تقول أحضر كنت رقم كده وش يسوي وتوريني وأشوف وعلمك ممرة شي سيكرت أو سري فبس لا فيه ألعاب دائما هي اللي يصحوا فيها تكون تي جواية هذه ما أتخيل أن هذه من الألعاب غالبا لألعاب اللي دخل الناس يلعبون وتكون فيها تواصل بين الناس وفيها عدد كبير هذا إن شاء الله جايكم بلعبة في لعبة بتجي إن شاء الله بإذن الله يقبوها حلو حتى لو ما لعبت إن أحب أسمع عن شي مختلف شوي بإذن الله في خطة إن شاء الله ترى جمعة لعب إن شاء الله باللعب بإذن الله وموما هذا اللي كان عندنا من بودكاست The Buzz لهذا الأسبوع إن شاء الله نشوفكم من الأسبوع الجاي شكرا لك سادة الله حضورك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك على التقديم إلى أن نلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي من بودكاست The Buzz استمتعوا بحياتكم وعملكم الويكند كل شي في إمان الله والسلام